موسيقى صباح الخير ونهاركم سعيد من ال LBCI تتجه الأوضاع السياسية نحو المزيد من التعقيد في ظل تمسك كل الفرقاء بمواقفهم ولسيما لجهة المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ويتجه التيار الوطني الحر نحو ما يوصف بتصعيد غير مسبوق في الشارع تبدأ طلائعه يوم 28 أيلول موعد جلسة انتخاب الرئيس على أن يتطور في 13-20 هذا التصعيد تطرح في شأنه العديد من التساؤلات ولسيما حول موقف حلفاء التيار من حزب الله إلى القوات اللبنانية من المشاركة فيه وتأييد المواقف والخطوات الميدانية والسياسية وكيف ستكون ردة فعل التيار على تقاعص حلفائه في حال حصل وبموازات ذلك ينتظر الجميع عودة الرئيس سعد الحريري ولسيما وأن مسؤولي وقيادي تيار المستقبل يؤكدون أنه يحمل قرارات ومبادرات ستحرك الساحة السياسية ولكنها لن تكون التخلي عن النائب السيمان فرنجي لصالح عليماد ميشيل عون بل ربما لصالح مرشح يوصف بالتوافقي ويحظى بتأييد سياسي كبير في هذا الوقت ومع معاناة اللبنانيين السياسية تستمر معاناتهم مع النفايات التي تكدست خصوصا في المتن وكسروان وترفع البلديات الصوت بعدما تم رمي الكرة في ملعبها وهي عجزة عن القيام بخطوات جدية في هذا المجال ضيفنا في نهاركم سعيد اليوم عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اليس حنكش ومعه نناقش التطورات وأزمة النفايات والتطورات السياسية أهلا وسهلا فيك بالل بي سي أهلا فيك بدنا نشوف شوية نحن وإياك حركة السير على بعض الطرقات عالة منبدأ بأوتوسترات جوني ضغط سير كتير قوي باتجاه بيروت كمان عم نشوف شوية ضغط سير باتجاه الشمال منطقة الدورة كمان ضغط سير باتجاه نهر الموت وباتجاه منطقة الفوروم دي بيروت والكارنتينا أما مستديرة الدورة في الحركة الطبيعية بولفار شارل حلو عم نشوف ضغط سير باتجاه الصيفة وأيضا يبدو أنه هناك أو أشغال أو شحاد السير بمنطقة المرفأ ولذلك أيضا في ضغط سير وعجئة سير ساحة ساسين بالأشرفية الحركة فيها طبيعية شارع الحمرة كمان الحركة طبيعية مع توقف عند التقطعات وإشارات السير طريق المدينة الرياضية المطار عم نشوف شوية ضغط سير باتجاه نفأ سليم سلام أما باتجاه المدينة الرياضية والمطار فالحركة طبيعية وأخيرا ساحة النجمة بمدينة صيدة الحركة فيها طبيعية جدا استاذ الياس يعني بداية هيك أنا بدي أنقل بعض ما بيقولون الناس أنه حزب الكتائب ورطنا بأزمة نتفايات جديدة هل بتوافق على هذا القول؟ أنا بعتقد اليوم الناس تنكسب سيئتهم هو تراكم إنجازاته لو كانت صغيرة أو كبيرة على حجمه كتير هيني نصوي بسهامنا صوب حزب عامل شغله المشكل أنه الناس بطلت معودة على الأحزاب أنه تمارس مهامها ورسالتها بالحياة الوطنية اليوم بس حزب مثل حزب الكتائب يشوف غلط يكون مخير أولاد المنطقة بين طمر البحر أو نفايات بالشارع ويوقف حزب الكتائب ويقول لا هذه خطة ما لازم تقطع بلد دراسة أثر بيئة بأكتر منطقة مقتزة سكانيا بضرر مباشر للناس اللي حولها أو لمصالحهم بأعتقد كتير هيني مع المنظومة اللي بوجنا اللي صار لتلتين سنة حكم البلد بفسادها وبتركيباتها كتير هيني أنه يقلبوا الرأي العام والإعلام لسوق الحز على مبادرة نبيلة وهي طبيعية مفروض الكل يعملها المفاجئ بالموضوع السيس بسام هو أنه ما حدا من القيمين بالمنطقة تحرك ضميره ووقف مع حزب الكتائب هذا السؤال لازم ينسأل يعني أنت قلت أنه مبادرة حزب الكتائب كانت هي مبادرة انطلقت من قصص سليمة ومن قصص يعني لازم تنطلق منها ولكن كان هدفها مثلا أنه وقف عملية طمر البحر كان هدفها أنه يكون في دراسة أثر بيئة كان هدفها أنه بالفعل يكون في معالجة جدية للنفايات ولكن اللي الشفنة واللي شافوا المواطنين أنه نفايات كدست بكل الشوارع أنه البلديات صارت عم تعمل مكبات عشوائية وترمي وترمي النفايات وما كان وأنه لم يتحقق وقف المقمر ويستمر العمل بالمقمر كما كان بالسابق يعني وين الخطوة التي تحققت هل كان حزب الكتائب يجب أن يقدم على هكذا خطوة وهي محقة من دون ما يكون حاسب الحسابات الأخرى خلينا نفني معالجة لو الإنجازات يعني ما حلو نسميه الإنجازات لأنه ما منعتبره الإنجازات حزبنا معود على إنجازات وطنية أكبر ولكن معالجة خلنا نحكي بالأمور التقنية الصغيرة اليوم خطة لجنة أكرم شيب كانت أربع سنين نزلت للسنة ونص كان ارتفاع المطامر التلية اللي بني عملوها التلتاني اللي بني عملوها قدام برش حمود وقدام كانت بارتفاع معين نزلتها ارتفاع معين المركزية اللي بلشنا نشوفها ومنهم وأهمهم المركزية اللي أطلقها الأستاذ جوان حباش رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح وقلعوا على غرار كتير بلديات بقلب المتن كانوا قلعوا بفرز ومعالجة نفايات بقلب نطاقة البلدية هيدا الشي خلينا نقوله وبلا ما نبجح بالإنجاز ولكن هيدا الشي ما كانت حقق لو ما تضغط اللي مارسته اللي مارسه شباب حزب الكتائب وقعدوا شهر بالمطمر بتقلي ما حققته مية بالمية وما قدرته رفضته المطمر مظبوط لأنه المنظومة اللي بوجنا كتير كبيرة وكتير مشعبة ولسوق الحص في كتير ناس متواطئين من بلديات لمسؤولين لكتير أحزاب من أفريقا مثل متواطئ حزب التشناك متواطئ لا لا خليني حيد كمان في شغلي لأن احنا كمان مطالب حزب التشناك منتفهمها ومنتفهم تسكيرت مش المكب الباركينج اللي هو التخزين وهون لازم الناس كمان تميز بين اللي سكر اليوم الباركينج مش حزب الكتير هيدا قرار من بلدية برش حمود نحن من بداية الاعتصام من أول نهار لآخر نهار كل الناس شايفت الخيمة والمنصوبة هيدا مدخل المطمر يلي عم بيكبوا فيه سبيل بالبحر غير مفروزة وهيدا شي ما ممكن نسكت عليه ولليوم نحن منقول هيدا الخطة ما بتسوى وهيدا الخطة فيها درر بيئي ودرر عن الناس ودرر عن مصالحهم وما رح ياخدوا امضاءنا لها الخطة اللي هي خطة الموت مش معقول وما فينا نقنع حالنا ولا المشاهدين انه ما لقيوا مطرح يكبوا فيه سبيل الا بساحل المت الشمالي يعني في شي ما انه طبيعي مش معقول يقتنع اللبنان اليوم انه ما فيه مكب يكون بعيد عن الناس او كسارة واقفة عن العمل ما في حد سكان قاعدين كيف تأزع منقول باكتر نقطة مقتزة سكانيا وثلاثة ربعة لبنان بيقطع من هيدا النقطة بدل ما يكون واجهة البحرية سياحية على غرار زيتونة باي او اللي صار بالنور ماضي ليه لانه هيا ولاد المنطقة هن مواطن درجة تانية من استبيح ومن فوت ومنعمل جربوا بسرار ما زبطيت جربوا بغير مطارح بعين دارة يعني جربوا بأكتر من مطرح السكان ووقفوا ولكن اليوم هاو ما وقفوا الناس معكم يعني ابدا ابدا اليوم الناس كتر الف خيرهم وسببنا لفك الاعتصام او لتعليق الاعتصام هي كيف اخذ يد الدولة الناس رهائين وحصرتهم بزبالة احنا ما كان عنا كان فينا نبقى بعد سنة احنا ما رح نتعب من قاعدة تحت المشكل انه احنا خيرنا مثل باي عنده ولاده رهائين مستعد يعمل كل شي احنا ما منتحمل كمان نحاصر الناس بالنفية وهيدا اللي صار وقلبوا الرأي العام والاعلام على هذا الموضوع وصوّبوا كلهم سهام عليكم مسئولية علينا مسئولية مباشرة ونحنا من موقع مسئولية تحركنا ولو ما كان عنا مسئولية ما كنا عملنا يلي عملني اللي مش متحمل مسئولية هن يالي مواقف معنا بما وصلت اليه الامور بما وصلت اليه الامور مش لقلنا بينسأل السؤال بينسأل للجنة الوزير شهيب وللحكومة يلي عم تعمل يلي عم تعمل خطوة مفروض تكون معاكسة مفروض نحنا كمواطنين نكون عم نعمل عم نعمل شي غير مقاتة أو غير مطابق لمواصفات بيئية والحكومة عم تردنا مش العكس مش نحنا صرنا اليوم القلبة الأدوار صار حزب أو الناس أو الولاد المنطقة يلي تحركوا معنا أو الجمعيات البيئية صاروا هني عم بيحاسبوا الدولة وعم يمنعوا الدولة من أنه تضر بيه مصالح الناس في شي صار منه طبيعي ولسوق الحظ صار اللبناني ما عنده إيمان بالتغيير نحنا هيدا اليوم ما حققنا التغيير يلي نحنا كنا منرجع لقلوه ما حققنا المية بالمية ولكن هالمنظومة وهالفساد اللي قائم صار له 30 سنة مش من أول ضربة بهر هيدا تراكم تضربوا أول بوكس وطاني بوكس وطالت بوكس نحنا مستمرين بالتحرك يمكن بأشكال مختلفة مش ب ما رح نحكي كتير عن تفاصيل لأن بعد فيه شي عم بيتنسق مع الجمعيات البيئية والمجتمع المدني اليوم هالتحرك يلي رح نعمله ممكن يكون قضائي ممكن يكون لمركزي بموضوع اعتصام غير مطارح يعني فيه شي اليوم عم بيتكون وهذا الشي تكون من سنة تقريبا وقت بلش شي اسمه حراك مدني فيه ناس عم بتحاسب فيه ناس عم بيوصل صوتها فيه ناس عم بتوصل صوتها واللي شفناه بانتخابات البلدية كمان هيدا مثل انه الناس بطل يتقبلاني بالطروحات اللي موجودة بطل الشعب اللبناني يمبنج متل ما كانوا مفتكرين من 30 سنة صار انه 30 سنة بيتعاملوا مع اللبنان انه ما فيه مين يحاسب ما فيه مين يعلي صوته منعمل البدنية ومنقل له ايه وبيرجع وبيرجع هيدا ذات الشخص بينتخب ذات ذات النائب او بيدعم ذات الحزب طيب يوصل الوزراء يعملوا ذات الشي فيه بعتقد هذا الشي بطل مبين هيك اليوم فيه ناس عم تقول لا بيناتهم حزب الكتائب نحنا اشتغلنا اناعاتنا نحنا من هالمنطلق عم نشتغل ما فيه شي نحنا اليوم الشغل الوحيد اللي ما فيه حدا يصوي بسهمه علينا وحكيها رئيس الحزب الشيخ سامي انه نحنا بيتنا من حجر ما فيه يجي حدا يحكينا بملفات وبصفقات بس حتى نمبارح لليوم عم تطلع بعض الاخبار هيك وحتى على بعض المواقع الالكترونية انه حزب الكتائب كانوا يريد ثمنا ماديا لانهاء هذا الاعتصام او لانهاء هذا التحرك وانه احد رجال الاعمال دفع مبلغ معين وانه احد الاحزاب سؤل شو حصت سؤل من قبل مسؤولين كتائبين شو حصت الكتائب به هالعمالية تعرف هيدا الشي كان يستفزنا كتير وخصوصي عم نحكي عن شخص نظيف ما حدا بيختلف عليا اللي هو نائب سامي جميل كان يستفزنا كتير بس صرنا نتفهم الناس صرنا نفهم انه ما معاودين واحد يتحرك من منطلق اناعاته وضميره صار الناس متعاودين انه اكيد هيدا الزلمي طلع له شي تعمل هيك وهيدا الزلمي لو ما طلع له ما كان فت فيها كل التركيب اليوم هي مبنية على صفقات ومحاصصة هيا الحكومة بلسان رئيسة مرقلة مرقلة وهذه اسوأ حكومة موجودة ومنعرف الصفقات والمناقشات ومنعرف الوكر يلي بيطلع منه كل هال الصفقات اللي بتنعمل يلي هو مجلس الماء والأعمار ما حدا بقى مصدق ما علي اليوم ناس ينزلوا الصحفيين والإعلاميين ينزلوا يسألوا الناس شو رأيكم بيلي عملوا سامج ميل من تجديس النفاية هكسر الحوار مدال ما يسألون شو رأيكم بالحكومة اللي عملت اللي وصلتنا لهون معقول هالتخبط لأنه المواطن لأنه المواطن عم يشوف المشكلة قدامه مصبوط المواطن عم يشوف هالزبالي عم تتكدس قدام بيته ولا اليوم بعد مكدس يعني انتهى الاعتصام وبعد مكدس رح تصيرها النفايات رح تصيرها النفايات بعيدة عنه عشرين متر مواطن اليوم حاصر بالنفايات وشغلة بتزعر وهذا اللي خلينا نحن نفض بس فوكي عم بيقلك انه أنا عندي مطمر واحد او مكب واحد صار عندي ميت مطمر وميت مكب صار عندي بلدية بتعمل مطمر ومكب اللبناني رح يعرف كدير منيح بكرة اثر هيدا المطمر على الاجيال الجاية اليوم عم نحكي نحن بسروة بحرية وسماكية واسربيئة ومصالح موجودة في ناس عنده اشغال هوني فيك تفتح شباكك انت وقاطع بمنطق الدورة برشحمود فيك تفتح شباكك كون انت ولادك لا ما فينا يفتحه بمحل لا بس الموضوع الموضوع اليوم كان هادي ممارسة ضغط لها الحكومة تتحكم لضميرة وتقدر تلاقي حلول يلي نحن قردي طرحناها يلي هي بلا مركزية النفايات بكل نطاق بلد بيعالج نفاياته ضمن مهلة محددة ما فينا نقتنع ولا نقنع المواطنين انه ما في كسارة واقفة عن العمل ان كان بسلسل الشرقية او ان كان ما بعرف وين يقدروا يعملوا فيها باركينج ما بيأثر على المياه الجوفية وبعيد عن الناس ما عنا ولا كسارة واقفة عن الشغل ولا قضاء يعني في شي اللبنان بطل يصدقه ونحن من هالمنطلق تحركنا ونحن كتير راضيين عن تجاوب الناس معنا وبفهم وبتفهم كتير ناس نزعجت من لزباليا اللي مكدسة بس هني كمان انطلقوا بس التهمة ما بتتوجه لحزب الكتائب هي بتتوجه لها الحكومة وللجنة الوزير اكرم عظيم بس هني كمان انطلقوا من انه بهذه المنطقة في جبل نفايات وهذا جبل نفايات يحتاج الى معالجة وحتى نعالج هذا الجبل نفايات فينا نستغل هذا الموضوع لفترة معينة ومن بعدها تنتهي الامور يعني اليوم هيدا المطمر مش بيقع اعطون هني يعني لفترة معينة بعدين يعالج جبل النفايات وتتحول هذه المنطقة مثل ما قلت الى نورموندي جديدة يمكن او الى زيتونة بي جديدة او الى صيدة جديدة لو عم نحكي عن حكومة سويسرية بقل لك ايه اكيد اللي بيوعدوا فيه بيوفوا مطمر النعمة نعمل بال94 وكان وقتا عمل خلية ازمة على اساس بدى يكون طارق لفترة كتير محددة صار له 22 سنة الناس فكرك مصدقين انه هيدا الشي رح يكون على سنة ونص كان بدى يكون على اربع سنين مصدقين او عارفين انه رح يدوم ادي صار له جبل نفايات برج حمود و ادي صار له التشناك ولاد برج حمود عم بينادوا بمعالجة الجبل ما انحنا بنعرف الدولة ونحنا بنعرف ايديا ونحنا بنعرف نفس الاشخاص ونفس الاوجه اللي موجودة من 30 سنة لليوم واللي عم تستفيد من النفايات تحديدة واللي بيمولوا حالهم كلها الجهات السياسية المستفيدة بتمول حالة من النفايات ومن غير صفاءات ما علي ما اليوم صار شي بوجع انو خي انا شخص لبناني شاب عند طموح ابقى بهالبلد طب هيدا التهجير بعدة اشكال بد يضل مستمر هيك ما في حدا يقوم يوقف ويقول لا لا هون قرر حزب الكتائب بشبابه وبنساءه وبصبايا يوقف ويقول لا يعني ما علي صار لازم نصدق انو لا التغيير ممكن ان يجي بس حتى بهذا الاطار كمان بيقولوا فيه كتائبين ما استجابوا يعني لحتى ينزلوا على المطمر وشان هك تمت الاستعانة ببعض الجمعيات البيئية جمعيات البيئية او انو تمت دعوة كتائبين من مناطق اخرى اكيد هدي لانو من الجنوب من الشمال اولئة المطنين ما قابلوا ينزلون اولاك مين كان قاعد تحت على مدى الشرس انا عم بقول لك شو شو موجود انا عم بقول لك مزبوط شو موجود مش حكه الناس واليوم الكتائبي يلي بيعكر او الكتائبي يلي يلي بجنوب او بالبقاع بانزحلة هو دي اللي نزله هول حسوا حالهم بعيد كتير عن المطمر بس هادي قضية نضال هادي ضربة من من ضرب لمنظومة الفساد هذا منه متأثر ابن الأبيات ليه قرروا ينزلوا ليه صار فيه برماناص من كل الأقاليم والأقصان لأنه حسوا حاله أنه هي قضية سامية هي قضية نبيلة منه موضوع ولا نفايات ومش نفايات وكتير عنا ملفات على الطاولة العلاجة فيه أمور كتير مهمة ويمكن أهم بس اليوم الطارق كان هو ملف النفايات وكل الكتابيين وقفوا صف واحد بقلب المطمر وما حدا كان مضطر يبقى في عنا ست شباب بالمستشفى مبارح دهر واحد منهم بقى خمسة مين مضطر يعملها لو معن جد عم يشتغلوا عن أناعة لو معن جد مؤمنين أنه هذا الشي مهم مش لقلنا للأجيال اللي جاي فيه اليوم غلط ما فيك تسكت تشوفه وتسكت وتقعد بالبيت أنت دورك كحزب وكجهة سياسية وكأشخاص عم يشتغلوا بالشأن العام أنه يعلوا الصوت ويدغطوا على قدمة فيهم ووقت لو وصلنا لمحل شفنا أنه الناس حصروهم بالزبالة وبالنفايات وصار بشكل خطر نحن كنا مستعدين نعمل كل شي ولو على حسابنا وعلقنا الاعتصام ولكن نستمرين بالمواجهة ادفعتوا تمن بس بهذه القضية ادفعنا تمن بعقول الفاسدين ما ادفعنا تمن بعقول مش عند الناس يعني مش عند المواطنين الناس بتعرف كتير منيح لين احنا تحركنا وكتير ناس معنا موجودة وكتير ناس دايقتين ما بنخفي الموضوع ولكن اليوم الناس بتعرف كتير منيح مين بتصدق اذا بتصدق شخص متسامج ميل او شخص ما رح نسميه مين مكان يكون لقلنا بينقال ما بعرفشو قال الوزير شهيب عفا ما بعرفشو قالنا وقتا انه الله يسامح ياللي عامل الله يسمحون هني وما بعرف اذا الله رح يسمحون هاي الدولة اللي قاعدة مطرح ما هي واللي عم تعمل هيك مش معقول تجي تقرر بجمعتين تعمل مطمر بقلب البحر بلا بدأ دراسة أثر بيئة ايجا جوان حباش بديو يعمل بديو يعمل مركز معالجي لقضاء كسروان بيجي بيقول له ايه بس نحنا بدنا نشوف اذا لك عايب عليكم انتو بتكون تشوفوا طلعوا عب كفية قالتا يشوفوا اذا فيه أثر بيئة او لا اذا عمل دراسة أثر بيئة عم بيكبوا آلاف الأطنان بالبحر على الواجهة البحرية حد الناس بلأ دراسة أثر بيئة بلأ بلأ دراسة أثر اقتصادي او امباكت ايكونوميك على المؤسسات الموجودة بلأ أثر عن الناس الموجودة في كتير ناس بتفل من تحت اديه صار له مطمر برج حمود واقف و اديه بعدنا منشم الريحة صار له أكتر من 15 سنة لأ لأنه نعمل متل ما نعمل بهذا المطمر بلأ معالجة من كيف كيف ما كان وهذا هذا اللي نحنا استفزنا كيف بتكب بتكب نفايات بقلب البحر ما لقى مطرح إلا بقلب البحر وبلأ معالجة طيب لو ما تحركنا شو كان صار كانوا مش المشروع واعتبروا الموضوع مستبيح والأمور ماشية مثل العادة ما في من يحاسي مش المشروع مش المشروع تحت ضغطنا بتحسينات نحنا ما فينا نبجح فيهم بس هؤلاء التحسينات كانوا أساسيين وهذه المواجهة مستمرة بس أستاذ الياس يعني أنه علامة مركزية بقصة النفايات كانت واردة بخطة الوزير كانت واردة مثل كل شي وأنه بلدية أو اتحاد البلديات اللي بلاقي حاله منه بحاجر يكون موجود بالخطة في يطلع وهذه بلدية بيروت اشتقية قام دعم اللامركزية واردة كمان واردة كمان دستور عظيم مضبوط صح واردة واردة على الورق قد ما بدك فيها بس شافوا أنه في ناس بدأت حاسب وفي حزب وشبكة من المدنيين ومن الناس اللي نضاف وقفة عم تحاسب ما رح يقطعوا الموضوع هيك أنه اي اوكي مكرم ناول المركزية لا هذا كان بفضل الضغط اللي عملناه مهيلنا مركزية بدأت تبع من قرار البلديات نظبط والبلديات بس البلديات قادرة البلديات قادرة ضمن مهلة محددة إذا الشباب يلي مسيطرين على السندي الموجودة ومنها الأموال البلديات يلي صار لهم ما بعرف وبيروحوا كلهم لسوكلين عملوا لمركزية بس أنا مع المصريات كيف كيف بدنا نحرر الأموال تبعا البلديات ويبلشوا يشتغلوا من وين من أموال المواطنين بس تطلع البلدية بتقول أنا قادرة أعمل عالجني فياد بس تقول عطوني المصريات بلشوا بلشوا وعم يظهروا من الكونتريات وبدنا المصريات تتحرر وبدنا حتى أموال فوقهم هذي من سندق دعم كان من الاتحاد الأوروبي وغيره يجي يدعم هالبلديات هاللمركزية تأخذ ولا تعطي مرح تجي الدولة اللي مستفيدة والقيمين على الدولة والمستفيدين وهالمافيا اللي حاكمة تجي تقول والله هات تنوقف هالسيطرة على هالسندق والاستفادة منها ونعطيهم للبلديات لو ما ضغط الناس وتحديدا ضغط اللي مارسوا حزب الكتائب وعرفوا أنه في حدا من حاسب فيه ناس رح تحاسب وفيه ناس رح تضغط عظيم بس هالي البلديات عم تجي اللي عم نشوفه اليوم عم تلمز بالة مثل ما هي ولا عم بصير فيه فرز ولا عم بصير فيه شي وعم بتكبها يا بمكبات يا عم تطمرها مثل ما هي طب أنه هالة مركزية لمعالجة نفاية لا لمعالجة نفاية أنا من ضايع اسم رومي نحنا منفرز بالمصدر بالبيوت منفرز شو هالشي العظيم اللي ضخموله نياها أنه لا الفرز من المصدر شغلة كتير كبيرة أنه ما فهمت هيدا اللبناني نفسه يلي من وراء اقتصاد سعودية صار هيك ويلي من وراء مكان الدبي صارت هيك هيدا اللبناني الرائد المنتج الخلاء يلي هو عامل هالبلدين اللي حولينا اللي بنتغنى فيه هيدا هوم أنه قادر يفرز بالمصدر هل قد يسخفه اللبناني وقدرته بيفرز لا بس بتيجي من تحت لفوق ونحن شكلنا شكلنا ليجين وبدو يتعمم هيدا الشي عكل الأقصام ورح تواكب البلديات نحن ما تركنا الموضوع وقلنا لهم ندبروا رأسكم نحن عملنا اجتمع لكل البلديات اللي قبل من فضل قبل من علق الاعتصام أربعة الماضي اجتمعنا مع الناس وإجا رئيس رئيس اتحاد بلديات كسروين وحكينا والموضوع يعني هيدا القطار لحق وقلع ما حدا فيه وقفه وهيدا الشي بيجي من تحت لفوق ما رح تيجي الدولة تقول والله أنا عبيل أعمل لمركزية هنو عم يستفيدوا من مركزية السلطة هكي هنو بيسيطروا عكل شي موجود بالسلطة وعكل مؤدرات الدولة ولكن بس بس هيدا الدولة تقرب من المواطن وتروح على المناطق ما بقعد فيه ان يستفيدوا بيصير بيصير اللبنان المواطن بصير يشوف قدامه وين عم ينصرف بصير يشوف قدامه وين الدريب اللي بيدفعه وكيف بيستفيد منه بطريقة غير مباشرة من طرقات لنقل مشترك لمدارس لجامعات مش هيك بدنا نضل ما حدا عم بيقول انه اليوم ما يجري على سعيد أزمة النفايات وعلى سعيد يعني ما تقوم به الدولة وما كانت تقوم به من قبل انه كان ممتاز وكان عظيم وكان ما في صفاءات وكان ما في سرقة وكان كل شيء بنيه لا بالعكس واضح انه شو كان فيه بس وليك ان اليوم عندما بيجي فريق سياسة بي يطرح هالمشكلة ويقول انا بدي لأي الحل ويتحرك على الارض ومن ثم نعود الى المربع الاول ما عدنا للمربع الاول هذا لغط وهون هون بقدر قللك انه لو عدنا للمربع الاول منكون نحنا ما عدلنا اللي عدلناه اليوم التعديلات اللي ترأت ما رجعتك للمربع الاول لانه اليوم اولا البلديات بلشت بالشغل واليوم في بلديات بدا ستة شهر في بلديات بدا ثمينة شهر في بلديات عم تجمع المصريات اللي يزم تتعمل المطامر فيه اربع خمس بلديات عم يتجمعوا يحكموا مع بعضهم تا يستفيدوا من مثل بيت مري مثلا من معمل فرز موجود اريدي في معامل فرز اتحاد اوروبي عم يعمل معامل فرز هو وزارة بدك فرز وبدا التصديق مراكز معالجين النفاية والوزارة التنمية الادارية كمان هي هي مسؤولة انه تقدر تمد تمد البلديات مظبوط تمد البلديات بالاموال بدا تمويل مظبوط وصندوق صندوق الخلية وين شو بنعمل فيه مين عم يستفيد منه نحن بلش الوزير الحرب عم يدفع بعض الاموال كتير من هذا قرار برأيك هيك ما حب يعملوه او من وراء ضغط الناس بالاخر الوزير الحرب من اول ما اجعل بقول مصاري بلديات هو الوحيد اللي جاي جديد على الموضوع بس ادى صار له ادى صار له مسيطرين على هذا السن ادى صار له ادى صار له عم يستفيدوا منه ادى قيمة كونتراسو كليم ما علي انا بس اللبناني ما بيعرف بس لبناني بطر مآمن بطر مآمن بس الى اي مدى اليوم هناك القدرة على التغيير بهذا الموضوع كتير مني عظيم تحرك بالشارع مسكر مطمر منرفع الصوت منقول البلديات قادرة بس بالاخر النتيجة يجوك استاذ بسام لازم نكون مآمنين انه هالتغيير ما رح يجي بكبسة زر هالتغيير هو تراكم متل هاللي عملناه نحن ببقى ببرج حمود هيك بيجي التغيير ما نتضحك عبعض ونقول نوعه الصبح رح نوعه الصبح ونلاقي كل شي نقلب او صار في ثورة او ما بعرف شو صار ومش الحال رجع بلد طبيعي متل ما كنا بالستينات لا مش هالت بصير هيدا تراكم 30 و 40 سنة ما بينشال بنهاره بانشال بضربه وراء التاني وراء التالتي هيا نحن اول جو اللي خلصت نحن هلأ مستمري اول شي رح نلجأ للقضاء القضاء بشوية ترفعوا دعوة في دعاوة مجلس شورة في اصلا حكما لبنان ماضي على معاهدات بيئية دولية انه هيدا الشي رح يحايده تسوي لك انا ما عم حط بالبحر انا عم حط حد البحر وهيد لن تتسرب الى البحر مزبوط هك بيقول مزبوط مهنين انتو مسمعتوا هيدا الكلام نحن مصدقينه وعن جد رح نمشي معهم هيدا كلام هيدا كلام هيدا كلام هيدا قدما تعمقوا بالدراسة الاثر بيئي قدرين يقنعون هيدا ما عملوا استيس بسام الموضوع المضحك المبكي انه ما قدروا عملوا لهلأ دراسة اثر بيئي اقنعوا الناس فيها ايجوا قيلوا بدنا نعمل هيدا الشي خلصي ماشهوا ما في حدا اجاقال والله هيدا دراسة اثر بيئي والله التأثير سفر يا خيار او التأثير مية او التأثير خمسين بس حديقنا عالميا هو يمكن لانه المسألة مسألة ضغط المواطنين مسألة ضغط النفايات بالشارع يعني قعدت النفايات بالشارع فترة سبعة اثمين تشهر تسات تشهر بالشارع واصبح المواطن بده بقى حل لهذا الموضوع وقشت المناقصات وما شاب المناقصات وكيف صارت التلزيمة بالاخر فيه اخطاء كبيرة وفيه فضائح كبيرة بس من الاخر كمان هيدا المواطن عم بيسألة تبيخية انا شوف كيف بشيل حالة من هالزبال اللي عايش فيها استاذ بسام قلت 80% من يلي مر فيه هيدا الملف تصيد شغلة كتير مهمة كمان ما ننسى كيف التخبط اللي صار بقصة ترحيل وعدم ترحيل ايه لا لا شغلة أساسية هاي كمان فضيحة أخرى ايه مرسي والمناقصات اللي عاملت وكيف انلغت وكيف طلعت بالاخر انه سوكلين بتجنن كيف عم تتخلوا عن سوكلين يعني بدنيقنعوا الناس انه لا اول شي ما عندك خلاص الا سوكلين ما عندك خلاص هلا الا انه تكبز بالتك بالبحر هيك يعني بدنيقنعوا الليبنانين الليبنانين طبعا ما انه مصدق ما رح يصدق بقى هيك هيك طبقة سياسية مسيطرة وبيعاني الليبنان يوميا من من ممارستهم ومن اداءهم يعني ما فينا نجري اليوم انا بدأنا على اللبناني انه اللي عم بيصير فيه سرقة وفيه التباس وفيه اعلامات استخدام اللبناني مقتنع مبتر مني بالتالي احنا قررنا انه مش نقول ولا عم بيصير لا احنا شفنا الغلط ورحنا عليه اليوم خلصت اول جولة مكملية ما رح توقف هون طب غير القضاء شو رح تعملوا فيه ممكن يكون فيه تحركات تانية مع جمعيات بقية وجمعيات مدنية بس مش بالضرورة يكونوا بمطمر برش حمود بيجوز يكون بمركزيا عندك من رياض الصلاح عندك قدام مجلس الماء والأعمار عندك من نروح لعندو المطرح مع هن المطرح معهم بيخيطوا كل هالصفقات رح نروح لهون هيدا اليوم تقرر لا بعد ما تقرر هيدا قيد التشاور مع كل الجمعيات لأنه حزب الكتائب منه الوحيد اللي شايف الغلط ومنه الوحيد اللي بيتحرك بضمير وعنده هدف ونضيف فيه ناس كمان موجودة بس منه الحزبيين اداش عم تتسقوا مع التشناق ومع دوت الرئيس ميشيل المرد فيه تنسيق من الأول يبدو كأنه هن كانوا مش مقايدينكم بالخطوة اللي قمتوا فيه لو مقايدين على الآخر كنا شفناهن معنا ولكن هن بيتفهموا كمان اللي عم نعمله وخصوصي حزب التشناق نحن صار فيه اجتماع قبل ما نبلش بالاعتصام مع مع النايب أجوب باكرادونيا ومع نيب أفو أفديس اليوم كلها كلها التواصل وحتى مع الرئيس مع دولة الرئيس ميشيل المرد طبعا هن القيمين مثلنا مثلهم وهن المسؤولين مثلنا مثلهم وحتى الطيار الوطني الحر اجل عندكم ومشكور كمان عجهوده الوزير ياسبو صعب يلي بعتقد الوحيد اللي كان اللي تحرك يعني اللي عمل اللي كنا متوقعينه من الكل انه يعملوه بس أثرته الخلاف داخل الطيار بين الوزير بصعب والنائب إبراهيم هذا موضوع شأن داخلي نحن مبسطنا بالوزير بصعب انه انه عمل هالمبادرة مشكور واستكمل هيدا الموضوع وهيدا الشيء مستكمل معه بقى كمان بتسقق معه مع الوزير بصعب لانه كمان في موضوع الاتحاد الاوروبي والدعم اللي ممكن يقدمه واللي بلش فيه كمان عبينسق فيه مع الشيخ سامي ومع استاذ إبراهيم كان على بتسقق كان فيه تنسيق بالمينموم يعني ان كان الوزير بصعب او بالنسب لقلنا طيار وطني حر يعني بغض النظر من الشخص بس اللي مقدر كان بهذا الموضوع هو الوزير بصعب موضوع داخلي ما منفوت فيه لأ انا مشاهم منفوت فيه بس انا همقول انه الى ماذا ادى هذا هذا التحرك اللي قام فيه الوزير بصعب انه اخذ على خاطره النائب ابراهيم كنعان يعني واثار هذا الموضوع ضمن الطيار ايه ممكن ما بعرف ما عندي معلومات لكانوا مكملين انتو بالتحركات يعني اللي رح تقوموا فيها اللي العلاقة بمسألة النفاية بأوجه مختلفة خلينا كمان ما نوحي انه التحرك بس يعني اعتصام بالشارع فيه عدة أوجه للتحرك مثل ما قلتلك قضائيا وحتى بتواصل مع جمعيات بيئية دولية لتبيان هذا الدرر يلي ممكن ينجو هذا المطمر مطمر الموت سمعيني خلينا نحن اول بريك اعلاني وانا نتابع نهاركم سعيد وانا عود لمتابعة نهاركم سعيد من ال LBCI مع عودوا على المكتب السياسي على الكتائب على الاستاذ زلياس حنكش كمان بدي اكمل شوية بس بمسألة النفاية بتعتبروا انه لو بقيتوا بالحكومة مش افضلكم كان انه بمواجهة هذه القضية لا اكيد لا اكيد لا احنا هي الحكومة اطعت بثلاث مراحل اول مرحلة كان لبأس فيها وقت اللي كان بعده الرئيس سليمان موجود وهون كانت نرجع هلأ منروح على اهمية انتخاب رئيس الجمهورية تاني مرحلة وقت الغيس رئيس الجمهورية وصير الفراغ انتقلت صلاحيات ولا صلاحيات وصلاحيات مجلس وزارة مجتمع وكان مكون واحد قادر يوقف او يسائل او حتى يعطل ارار او مرسوم بديو يصدر انتقلنا للمرحلة الاسوأ اللي هي بدك مكونين انت تقدر توقف ارار مشبوه او اي علامة استفهام على اي شي هون كان عنا صعوبة بالتعاطي وما قدرنا كملنا نحن لانه وصلنا لمحال شفنا انه صرنا شهود زور قاعدين على الطاولة وعمليا قاعدتنا على الطاولة بتغطي التجاوزات اللي عمت يمكن احسن شي عملنا لانه حررتنا لانه لو كنا نحن بدنا نعارض ونعمل مثل على غرار غير احزاب جربوا يعملوا ويزيدوا ويعرضوا ويدعوا الحكومة للاستئالة وهن موجودين فيها الازدواجية منا منا بالDNA تبع حزب الكتائب بالتالي كان قرارنا كتير صارم بالاستئالة ومواجهة الحكومة بأوجه مختلف بس كمان هني بواجهوك ويقولوا انتوا كنتوا بالحكومة ووافقتوا على خطة النفايات نظبوط نحن وفقنا خلنا نرجع نرجع وهذه نيانس مهمة نحن وقت الوافقنا على خطة النفايات كان نفس الوضع اللي من وراه فكنا وعلقنا لأنه كان فيه زبالي بالشوارع كان فيه زبالي طبعا زبالي بالشوارع كنا مخيرين بين خيارين سيئان وهذا احسن شي بتعرف تعمل الدولة هي الابتزاز يا بتوافق على الخطة يا العالم بتغرق بالنفايات وكنا كتير واضحين وصعدنا بقلب الجلسة ووزراء الكتائب اعترضوا سجلوا اعتراض وتحفزوا ولكن كانت موافقتهم على رفع النفايات من الشارع هاي اللي اليوم بعدنا منحكي فيها كانت كتير واضحة في هايديك الفترة انه نحنا كان عنا هدف وقلنا من هلأ لتقر الخطة ويبدأ تنفيذها رح نقدر نعمل اللي لازم نعمله تنعطل او نعدل او نحسن الشروط اللي بدأت نعمل فيها وهذا اللي صار يعني انتم مشيتوا تحت الضغط بكل شي مشيتوا تحت الضغط نحنا كنا مبتزين من قبل الحكومة واليوم كمان كنا مبتزين من قبل الحكومة بمحاصرة الناس بالنفايات وهيدا الشي نحنا ما رح نتحمل عالباتكم الحكومة ترحل ولا تضل لأ أكيد ترحل إذا رحلت هلأ شو بتعمله نحنا المطلوب اليوم تنتظم الحياة السياسية في لبنان انتخاب رئيس جمهورية وكل اللي اليوم عم بينزر بالميسائية وبالحقوق المسيحية وكل هالمواضيع المشهد الجديد اللي اليوم عم نشوفه يتفضل ينزل على المجلس النواب وينتخبه رئيس بغض النظر انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية بنظرهم هنا بنظرنا لا انتخاب رئيس جمهورية العماد عون ألا يمثل المسيحيين يمثل ما يمثل بغض النظر بيرجميل ما كان يمثل المسيحيين بيعزو كان يمثل بس بوقتا كانت صلاحيات رئيس الجمهورية بإيده كلها سوا وكان في يعني يستطيع يمارس الحكم بطريقة مطلقة وكانوا ما كان الوضع مشابه للوضع الحالي واليوم الدستور كمان الوضع مشابه جدا لقبل نحتكم للدستور ونحتكم للإليات الديمقراطية وننزل على المجلس النواب وننتخب رئيس بدل ما نقعد النادب العفة والميسائية ننزل ننتخب رئيس وعندها تنتظم الحياة السياسية ومنبلش إذا لابد بس مي بدك ننتخب رئيس يعني إذا مش الجنرال عام بغض النظر مش الجنرال عون مرشح مش الوزير الفرنجية مرشح كتير مني ينزلوا الأفريقاء الداعمين الفريقين ونحن موجودين كمان تحت وكمان رح ننتخب رئيس بغض النظر مش بالضرورة بلبنان ما في ترشيح اليوم الأسامة المتداولة أكتر شي هي أن الجنرال ميشيل عون والوزير ستامي فرنجي كتير مني ينزلوا على البرلمان وينتخبوا رئيس في أهيام من هيك في أبسط من هيك لا هني عم بقولوك أن القصة مش بهالبساطة هي بهالبساطة هني بنيعقدوها مثل قصة الفرز بالمصدر نفس التكتيك ونفس المقاربة هني عم يجو بقولوا نحنا ليش بدو يجي الأقوى عند السنة رئيسا للحكومة أو الأقوى عند السنة هو يجيب رئيس الحكومة ولايش بدو الأقوى عند الشيعة يجيب رئيس مجلس النواب ليش عند المسيحيين يعني هذا الأمر غير مقبول وغير مسموح لماذا لا يكون العماد عن رئيسا للجمهورية وهو الأقوى عند المسيحيين برجع بعطيك إجزامبل رئيس الشيخ بير المؤسس في شك كان أنه هو كان الأقوى مسيحيا بالفترة اللي قطعت عطل شي مرة كل مرة كان ينزل ولا مرة تعطل الجلسة بيقولوا لنا أنه التعطيل حق ديمقراطي وليك عاب يحكو بهالكلام عاب بقى صارنا ثلاث سنين بلا رئيس بيقول لك إيه هذا حق عطانيات دستور أنه عطل من الممارسة كيف يعني تركيم البلد ثلاثين هيك هذا اللي بدون إيه بعدين هلا بيطور بإطار حقوق المسيحيين هذا ما ينادي به الطيار وطني الحر العنوى العريض حقوق المسيحيين اليوم يعتبر أن هناك حقوق مهدورة وهناك من يعني يصادر هذه الحقوق حسب ما بيقول الطيار وطني الحر الأكيد أنه في تركيبة غلط بالبناء وهالنظام السياسي اللي أثبت فشله من بعد ثلاثين سنة ومن بعد حتى هلأ خمسة وعشرين سنة من الطايف لليوم أثبت فشله ما علي كل هالتركيبة اللي موجودة فشلة بس اليوم عنا دستور حتى كم لقله بدنا نطور النظام وهذا أول أول حزب نادة بتطوير النظام هو حزب الكتائب بلسان رئيسه الشيخ أمين جميل بال2008 عالي اللي بتروع المؤتمر التأسيسي لبنان مؤسس من 1920 ولبنان أصلا عمره 6000 سنة لبنان ما بده مؤتمر تأسيسي لبنان بده مؤتمر وطني هذا الموضوع ولكن مش بغياب رئيس جمهورية ما بقى حدا يخدنا ويفتح لنا بواب ما بنعرف لوين راحين هاي دي المراهقة السياسية اللي عم يرسوها لبعض نروح للتصعيد ما بنعرف سقفه وين فيه خطر جدي بلبنان طيب إذا مش هم بيستجيبوله لمطابه وللجنيرا شو بيعمل ما بصاعد ما بينزل على الشارع كتير مني بس ما تكون انتقائية مش بس وقت يعني هالاستنسبية بالتعاطي وباستعمال الميسائية على كارت وقت ما بعينولنا قائد جيش مثل ما بدنا منحكي بالميسائية ومنطلع تصال لا مش هايك بتصير مش هايك بتصير وبعدين ما علي رئيس جمهورية وقت كان وقت كان العميد شامير روكو زعتراد وهلا اليوم كمان معطرية كتير مني مسألة مش مسألة قبل الوصول لانتخاب أو لتعيين قائد جيش انتخاب رئيس جمهورية يلي هو عنده التأثير الكبير ما علي هيدا المفهوم كمان ما نتخطى اليوم الرئيس الجمهورية الماروني كمان هو اللي إله التأثير الأكبر واليد العليا بيتعيين قائد جيش ما نعلق بهيدا الموضوع اذا ما وانا بفهم بفهم كتير ضباط كفوقين بالقيادة الجيش بيستحقوا انه على القليل يكون عندهم فرصة انه يوصلوا قائد جيش وعم تروح عليهم الفرص بفهم هيدا الموضوع وهي مؤسسة عسكرية ولكن مش هيك بتصير مرت الماضي مع كل احترامنا للاستاذ شامل روكوز اليوم صار مدني ما في كل 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 مرشح انه يكون قائد جيش يعني يكون عم بيتزلم لجهة سياسية شو بقعد فيه من الجيش هيدا مؤسسة عسكرية على مسافة واحدة من الكل مش والله انا اذا قريب من حزب الكتائب ودعمتني قيادة الحزب بتوصلني قائد جيش ليوم اليوم انتو كحزب كتائب ترضو بأي رئيس الرئيس الاوي هو الرئيس اللي يلاقي جميع واليوم ما رح يجي رئيس مع لاقي جميع حتى اذا اجي الرئيس اذا اجي الجنرال ميشيل عون رئيس اذا انتخب رئيس نحنا رح نكون مهنئين ومش بس مهنئين داعمين ولكن ما حدا بيجبرنا نحنا ننتخب شخص بنائد مشروعنا السياسي كان المضحك انه هالتقلوبات السياسية اللي صارت لو كانت لو انا عم خبرك انه رمزان من قوة 14 ادار رشحوا رمزان من قوة 8 ادار كنت قلت هيدا الزلمي مجنون يعني انت نشوف نحنا مستوى الاخلاقيات السياسية والمبادئ السياسية اللي عم تبدهور والتعاطي بالشأن العام اللي صار مبني على مصالح آنية وزاتية ومكتسبات ومنتفعات هيك صار التعاطي السياسي صار هيك اليوم اذا ما بيجي بنظر طيار الوطن الحر اذا ما بيجي جنرال ميشيل عون رئيس خريب البلد لا ما خريب البلد مش بنظر طيار الوطن الحر بس حتى بنظر القوات اللبنانية يوم القوات اللبنانية متمسكة بترشيح العمال العون كتير من يعني واليوم يعني الطيار الوطن الحر هو الذي يقود المجتمع المسيحي اللي كمانا لا في مسيحيين اول شي براتها التحالف بس اليوم هل يستطيعون او هل ي التأثير بالسحة المسيحية اللي لقطع الطيار الوطن الحر اذا هل قد تأثير عالية وهل قد ضامنين وصول رئيس ميشيل عون الجنرال ميشيل عون الرئيس يتفضل وينزل على البرلمان عن شو عم نحكي لا فيه تيار المستقبل مش قبلين طيار المستقبل كمان حقه يرشح مين مباده انا ما عم دافع عنه واصلا ترشيح تيار المستقبل للوزير للوزير فرنجي كمان هيدا تقلبات بالمبادئ السياسية اكيد يعني المشهد كله سور ريالي يعني هل يعني صار فيه مشهد خراف بالتعاطي اللبناني بس كمان فيه شغلين مش لازم ننساها طيب ما القوات اللبنانية والطيار الوطني الحر عملوا ورقة نوية وهي ورقة النوية على اساس دعمة القوات اللبنانية ترشح الجنرال عون القوات بيقولوا انه نحنا بهمنا الجنرال ليلتزم بهاي الورقة شو بقول برات هيدا الورقة يمكن بيعتبروا انه ما له علاقة بالموضوع خلينا نفسه للشغل تاني عن بعض اول شي هيدا المصالحة المسيحية المسيحية شغلي صارنا عم ندعي لقلة من بعد مخلص الحرب وهيدا من بيركو ما حدا ضد المصالحة ما حدا ضد المصالحة وخصوصي مش حزب الكتائب وقيته هيا اول شيء الاتفاق السياسي يلي بنعتبره كتير هاش نحنا ضده بالمطلق ليش هاش لانه متفقين على نقاط غير مبنية على تفاهمات عميئة اليوم بواحد منه دخول وخروج المسلحين من وإلى سوريا يلي تحفظوا عنه جنرال عون بيردى بهذا البند لا انا بيحقق عن مسلحين مش هنبيحقق عن مقاومة مقاومة بسوريا جنرال عون لا يعتبر لا جنرال عون لا يعتبر حزب الله من المسلحين يعتبر حزب الله من المقاومة يكلمة مقاومة لم ترت في هذا الاتفاق معنى طالج جنرال عون بحل من هذا الموضوع اه اوكي ونحنا كثير رح نمشي فيها ونقول شو رأيهم بسلاح حزب الله بقلب البلد مين الجنرال مش العون جنرال مؤيد لسياحة لا يعني اليوم أنا وياك من حد كل الأمور الخلفية ونجي منتفق على أمور الأشور ومنلتهي فيها ونقول والله اتفقنا اتفقنا على شو على وصول جنرال العون إلى رئاسة الجمهورية بس لا هي مشروع سياسي يا أستاذ بسام لا يبدو أنه في تعهد عندما يصل إلى رئاسة الجمهورية يكون على مساحة وحدة من الجميع وأنه الدستور يحمي يحمي كل الناس أستاذ بسام فيه التزام من قبل من قبل جنرال ميشيل عون بمعالجة تمقول نزع لأنه نعرف كلها بمعالجة سلاح حزب الله والدول اللي بيشكلها بلبنان خليني أقول هادي من مبادئ القوات اللبنانية وكيف تتحالف مع شخص منائد لبرنامج منائد للريزون داتر طبع لا هو التحالف انطلق من المصلحة المسيحية خلينا نحكي عن المصلحة المسيحية اليوم تخيل الصدام مستمر بين القوات اللبنانية والطيار أكيد لا أنا مياستلك بين التنفيس الشارع والمصالحة والاتفاق السياسي موضوع تاني يعني ما نخلط الاثنين باللي حضرتك عم تقوله المصلحة المسيحية المصلحة المسيحية يكون فيه اتفاق ومنيموم توافق على استراتيجية مسيحية هذا من دعايته وهذا وقت الاجتمع وهذه استراتيجية المسيحية يجسد وصول عماد عون إلى سوتة الرئيس بنظر الجنرال ميشيل عون اليوم إذا طارق بمفهوم البرنامج السياسي عند القوات اللبنانية بوصول جنرال ميشيل عون هذا شأنه عم بيحكيك عن حزب الكتائب حزب الكتائب ما بيلاقي خلاص لبنان بوصول شخص بغض النظر مين برنامجه السياسي منائد لبرنامجنا السياسي السيادة وبشدد عكلمة سيادة لأنه بيضرب كل مفاهيم قيامة لبنان يلي نحن بننظر له لبنان يلي بيشبهنا بهالتحالف اللي عامله مع حزب الله وبتغطيته المسيحية لحزب الله والممارسته على الساحة اللبنانية وبرات الساحة اللبنانية وبتدخله وبعدم حياده وبارتهانه لأجندات خارجية بغض النظر مين مكيف سوريا أو إيران يعني ما بتعتبره العماد عون في سدة الرئاسي يمثل المصلحة اللبنانية والمصلحة المسيحية أكيد لا لو هيك كنا نزلنا انتخبناه كنا قلنا نحن مؤيدين أكيد لا هلأ وصل الجنرال ميشيل عون على الرئاسة نحن موجودين تنهني وندعمه كون سدة الرئاسة مهمة استراتيجيا للمسيحيين هذا آخر معقل مسيحي موجود بالشرق ولكن نحن اليوم تلزم حزب الكتائب يلي أصلا الوحيد لأراره حر يلي أصلا لا مرتهن لجهة خارجية لا بيتمول من جهة خارجية بيتصرف بحسب ضميره الوطني وضميره التاريخي يلي عمره 8 سنة أنا على هالأساس عم بقولك نحن ما حدا بيجبرنا ننتخب جنرال ميشيل عون أو حتى الوزير سلامين فرنجي طيب في فرقاء آخرين كمان يعني اليوم طيار المستقبل الحديثة لا ما حدا قدر جبره ينتخب العماد عون الرئيس نبيه برري كمان معارض لانتخاب العماد ميشيل عون نائب وليد جنبلاط كمان يبدو أيد في فترة بس يبدو هلأ كمان معارض لانتخاب العماد عون هناك حزب الله من القوى الأساسية والقوات اللبنانية هنا المؤيدين لانتخاب العماد عون لرئيسة الجمهورية كتير شو يعني؟ دع أنه ما حدا عم بيفرض ع حدا بس اليوم عم ينطلب من تيار مستقبل أنه تايخي مما أنه أنتو بتعتبروا حالكم الفريق السنة الأقوى على الساحة السنية وأنتو بتسموا رئيس الحكومة تبطعوا أي دوك من الجنرال العون اللي هو أقوى على الساحة المسيحية استيس بسام ما علي عم نحكي نحن عن حليف سنة اشتغلنا معه من 2005 للي الشغل الوحيد اللي ما فينا نحكيه عن تيار المستقبل هي أنه سابت مواقفه ما أنه سابت مواقفه أبدا وأنا ما بستغرب إذا بكرة هن بيمشوا بترشيح الجنرال مشال عون أو بيصير في تغيير بمواقفهم بيميرسوا براجماتية سياسية معينة هن تيار أو حزب دع شمين سابت مواقفه؟ الحزب الكتائب مين برشع عائلس الجمهورية؟ نحن نحن لك نحن نحن براجم سابت مواقفه ومعه والسواب السيادية واللبنية مين بترشعه؟ يعني اليوم إذا تنزلوا على البرلمان معقول تنزلوا على البرلمان وتحطوا ورقة بايدة ولا بتحطوا اسم حدا بيمثل فينا نحط ورقة بايدة وفينا نحط اسم الرئيس الشيخ أمين جميل اللي بنظرنا بيمثل روحية الحزب والدمير الوطني ويلي عنده ممارسة ويلي عنده تواصل مع جهات خارجية على أحسن وجه ويلي ما حدا في زيد عليه لا بوطنيته لا بينجه السياسة وفينا ننتخب ناس تانية كان سبق ولكن نحن تخلينا عن الأنانية استيس بسامو وهذا اللي بيميزنا عن تيار الوطن الحر أو غيره نحن ما تعنتنا وقلنا لا يا رئيس جميل يا محدن لا نحن ما عملنا هيك نحن عم ننزل على كل جلسة وقلنا هالنبل السياسي بطل موجود عند غيرنا نحن استيس بسامو بسمع لرئيس رئيس الحزب الشيخ سامي رشح أو حط طرح أسامي كتير مثل طرح يعني من باني اللي عمله بوليميك بالبلد طرح اسم الاستيس شامل روكوز نعمة فريم زياد بارود ما حفظ الألقاء يعني في ناس اليوم اش لعني شامل روكوز ما بيمثل العماد عون ما بعرف ما بعرف منه منه بالطيار منه بالطيار بس ما عنده نظرة مشابهة لسلاح حزب ما بيمثل يا العماد عون ما بعرف اليوم نحن عم نقل أنا عم بقل لك عن طريقة نحن طرحنا أسامي نحن طرحنا أسامي جديرة بأنه تتولى سدة رئيسي وبنظرنا فيما يكفي من النظافة والضمير الوطني أنه يديروا هيدا البلد عظيم بس اليوم القوات اللبنانية وطيار المستقبل يجوا بيقولوا أنه نحن ترشح الدكتور سمير جاج على الرئاسة الجمهورية بس ما قدرنا وصلني مشان هيك لجأنا لجأنا إلى العماد عون ولجأنا إلى النائب سليمان الفرنجية بركب يوصل حدا منهم إلى رئاسة الجمهورية وهيك من يكون أنقذنا رئاسة الجمهورية وأنقذنا البلد طب ما عنده الخيرات السيد بسام انقاذ رئاسة الجمهورية هو بتأمين النصاب لانتخابه ما بقى حدا يستخف بعقول الناس ما فينا أنا أقرأ أفتح الجريدة وأقرأ رئيس القوات اللبنانية يمارس أو دو بوان يعني كان عم بقول بأحد دردش مع الصحفيين أنه هو عم بيجرب يعمل المستطاع لممارس الضغط لانتخاب رئيس جمهورية بالأول بالأول يمارس الضغط على الرئيس نفسه المرشح للرئاسة جنرال مشيل عون أنه ينزل على الجلسة ما الموضوع طب جنرال عون ما بينزل من دون ما ينزل حليف وحزب الله ينزل حليف وحزب الله إذا عنجاد بده ينزل حزب الله بده تأييد السنة لا حتى ينزل يا استاذ بسام هيدا دستور يا أما في دستور يا أما صار مامسحة إذا كل ما بدنا منطلع الدستور ومنقول هون في غلط ووقت اللي بدنا منكبه بالزبالة ومنقول لا ما في دستور يا هيك يا ماشي في قطر ديمقراطية يتفضلوا للشباب المولاجين أنه ينزلوا يمارسوا أقل مهامهم لأصلا منتخبين على هالأساس واللي مدد لقلهم مش بس منتخبين يتفضلوا ينزلوا على البرلمان وينتخبوا رئيس جمهورية بغض النظر مين يجي بفهم كتير مني حتى تركيب اللبنانية وأنه ما في يجي رئيس بلد يتسن بفهم كتير مني ولكن هيدا بده بده شغل يعني كل شيء بده إجماع كل شيء بده إجماع بهذا البلد كل شيء بده مسألة تهي اللي بيسموها الديمقراطية التوافؤية يعني اليوم كيف بده طروح تنتخي برئيس كيف بده طروح تنتخي برئيس وفيه جهة مش موافقة طبعا اليوم إذا حزب الكتائب مش موافق ما بعرف إذا بياخدوا هالأمر بعين الاعتبار ولا ما بياخدوا بعين الاعتبار مرح عم بستفزني الباقي يكرموا فيه ما بينزلوا على البرلمان لا ينتخبوا بينزلوا وبينتخبوا وبيطلع صح نحن مننا جماعة أمسانسود مننا جماعة أمسانسود وقت اللي ما بيصير متل ما بدنا مننزل من سكر الطرقات نحن منحتكم للدستور نحن منقبل منقبل نتيج ديمقراطية هذه المسائية بينادونا صار لهم جمعتين بيخبرونا عن المسائية والتصعيد ونفتح البيب على المجهول وما نعرف وين راحين يحتكموا للأطر الديمقراطية الوزير جمهوران بيسيل قال أن هذه الحكومة ستسقط في الشارع كثير مني نحن استقلنا من الحكومة أنتوا رح تنزلوا معهم نحن ما منعرف وين راحين لم؟ ما منعرف وين راحين ما بدكم حقوق المسائيين نحن حقوق المسائيين بالممارسة مش بالتصعيد مثل ما عم بيسيل نحن حقوق المسائيين بتجي بتبلش إعادة بناء الدولة من وراء المناصف الحقيقية من وراء التمثيل الصحيح من وراء التوازن بقلب الدولة من وراء الإنماء المتوازن من وراء إعادة تطوير هالنظام ينفتح على مصرعاه بس هذا كله لا يناقش قبل ما يكون في رئيس جمهورية على التولة بس هل يعقل أنه يترك تيار الوطن الحر وحيدا من قبل القوة المسائية الكتائب والقوات اللبنانية وهيرون يترك وحيدا في الشارع يطالب حقوق المسيحيين والباقي يعني عم يتفرج على هذا الموضوع أستاذ بسام خلينا نتفق مش وقت البدنا من نادي بحقوق المسيحيين ووقت البدنا من حطه بالجرار يعني مش يعني ما يتكون ممارستنا السياسية وما عليه نحنا عم نحكي عن جيل جديد من بالطيار الوطن الحر بيتمثل بالوزير بسيل ما فينا نكمل تطلعات شبابية بيقدر يكون أكثر وضوحا وأكثر انسجاما مع أصلا نضال شباب الطيار الوطن هو واضح واضح جدا بالله عم بقوله الوزير بسيل واضح جدا عم بقول أنه نحنا كمسيحيين يا بدكونينا بها البلد معكم يا ما بدكونينا أو خلينا نروح على الانفصال السيد بسام المضحك أنه كل هذا الشي مبني على انتفاعات شخصية وأنانية لقبل ما كان فيه هذا الموضوع وقتل كان عندهم عشر وزراء بحكومة المئاتة هل كانت كان الرئيس مئاتة يمثل أكثرية صاحقة من السنة كانوا هن موجودين يا بس كانوا يعرقلوا من الخارج حاج بقولوا هن مش أنا حسن ما تقل لي هن هن كانوا يقولوا أنه نحنا كانوا موجودين بها الحكومة بس كانت طيار مستقبل عم يعرق الأمور من الخارج عشر وزراء سيد بسام عشر وزراء كان عندهم عشر وزراء في مطرح كمان ما الناس بدأت تشوف شو انتجية هالطيار أو هالحزب أو هالجهب ما فينا يعني نحنا اليوم نتذكر كتير مني وأنا هده مش هد استفزني كتير وقتل نعمل حملة إعادة إعادة حقوق المسيحيين ونحكى تحديدا عن إعادة مدير أمن العام للمسيحيين بيطلع الجنرال ميشيل عون من بعد من بعد لقاء التكتل التهير والإصلاح بيقول مش آخر الدنيا كان عمل كامباني وتصعيد لأقصى حد وكان رح يروح اللبناني على المجهول ما بنعرف لوين وبيطلع بكل بساطة بيقول ما لشي مش آخر الدنيا إذا طب إذا ما أنك قادر تمون على حليفك يلي أصلا نعطاه غطى إجاء من الله نعطاه غطى المسيح صار له مضايا عشر سنين ما قادر تمون عليها لمنصب كيف ترجع حقوق المسيحيين كيف مش ببناء دولة ما حدا بيحمل المسيحيين إلا الدولة إلا الدولة ومؤسساتها مش أنهيك نحن حطين مكافحة الفساد والهدر وهالمنظومة اللي بوجنا كأولوية لأن ما رح ترجع تصاغ وانتظام الحياة السياسية وإعادة بناء الدولة يلي هي الوحيد اللي بتحمل المسيحيين إلا بفكفكت هيدا المنظومة كان بالممارسة السياسية أو بالتضوية على الفساد والصفقات اللي عم تسير العماد عام والنائب فنجي مش قادرين يعملوا هاي القصة في حال حضر ووصل وحدة منه ما بعرف اليوم واثنين مؤيدين لحزب الله واثنينتنا معارضين لألون لأنهم مؤيدين لحزب الله وشو اليوم الوزير حلفائكم تبنوا الوزير حلفائكم أو لي كانوا حلفائكم لو نحنا لو نحنا ملتزمين مع حلفائنا كنا مؤيدين حدا من اللبنان نحنا موقفنا ثابت وكنت عم بقلك هالتقلبات السياسية سألتني مين ثابت قلت لك حزب الكتائب اللبنانية ثابت من 80 سنة لليوم وهو صاين القيام اللبنانية والوطنية ما حدا تاني كل هالتقلبات اللي عم بتصير هي من ممارسة أنانية ومصلحة واحد واحد بيفكر شو طلعلي إذا بدعم هيدا الزلمة والله بيركب بيصير فيه تركيبة رئيس وزر اتفاق هالباكج أو هالسل أنه اتفاق على رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغير مكتبات لاش بكتحطها بها الخينة لاش بكتحطها بخينة أنه بالفعل بدهم ينقذوا البلد وبدهم ينقذوا رئيس الجمهورية مش هيدا وما في طريقة متوفرة إلا هيدا الطريقة يا أستاذ بسام كثير مني إذا ها هي الطريقة الوحيدية يتفضلوا ينزلوا على البرلمان بعض من بسطة أكتر يمارسوا مهامهم ووجباتهم يتفضلوا ينزلوا على البرلمان وينتخبوا رئيس ونحن عم بقل لك حزب الكتائب ما رح ينتخب لا رئيس لا الوزير سليمير فرنجي ولا جنرال مشيل عون كثير مني رح يهني ورح يدعم الرئيس اللي رح يطلع عظيم هنأخذ تاني بريك أعلينا ونتابع الجزء الأخير من النهاركم سعيد مع الأستاذ الياس حنكش عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب طيب كما يمكننا عمل إليك أنه هني يمكن أنه يعني الترشيح لأسباب متعددة أنه ولا ما قدري يوصل لحدة من 14 أدار من رشح ناس من 8 أدار لأسباب أولى مصالح ما أعرف هذا سبب بعدين البعض عم بيقول أو مش عم بيقوله فيه ناس هاليا مقولين متداولين لأنه الرئيس السادة الحريرة يرشح نائب السلامية فرجية الدكتور جاجع رشح علينا بعدهم هادي بتعبر عن حالة يا دائلت يعني هل نحن هادا هادا ها مشكلتنا الأساسية هلأ بيالتفضل أنه هلأ ما فيك أنت ترشح حدا مش متفق معه على برنامج سياسي أو بناءة برنامج سياسي بس يمكن بترشح ولا تنقذ البلد يوم سيزبا سامة إنت صار لك عشر سنين ما علي إنت صار لك عشر سنين ما علي نرجع لثورة الأرز ولا تجمع 14 أدار يلي دائما كنا نتهم بالتميز عن 14 أدار لأننا كنا مستقلين بقرارنا وسيبتين مطرح ما نحن من دعم السورة السورية لكتير لكتير لا السينسين لا أنون انتخاب كتير محطات قطعت كنا دائما نسيبتين كنا نتميز عنهم عن 14 أدار واليوم اللي عم نشوفه هو تطور طبيعي للتقلبات السياسية اللي عم بتصير ما فيك أنت بعشر سنين عم بتناهد مشروع كتير واضح قدامك وعم بتقومه وعم بتناضل كرميله ورحلك أكتر من 14 11 شهيد بين وزراء ونواب ومسؤولين وقياديين تجي تقول أنا بحطهم كلهم هول وراي وبرشح المناقض لمشروع السياسي مش مزبوط أنا معا بقول نضلنا على الانين بها بس أنه نحنا رحلنا شهدة نحنا رحلنا بيرجمي الوزير ونائب مش مستعدين نحنا نجي وكان وكان نحنا عنا مشكل أنه كان عنا مشكل أنه المحور التاني اللي كان عم بيشكل خطر على كل الشخصيات اللي موجودين ب14 أدار كل الشخصيات لماذا يرشحون مثل ما قلت المصالح يعني طبعا ما عندي غير تفسير شو مصلحة الرئيس سالد حريري من يعمل رئيس حكومة مثلا كان قدر أعمل هلأ مع الرئيس مش هالسلاميين قبل ما يفل خلصت خلص لا وقت ليش الرئيس تمام سلام كان قاعد الرئيس سالد حريري يجي محلو ما ننسى كان فيه كونفيجوراسيون على أساس هايدي الحكومة بضاين أربعة شهر ما حدا كان متوقع أنه هايدي الحكومة رح تضل ثلاث سنين خلق نكون واضحين وبما فيهن حزب الكتائي كلنا كنا متوقعين أنه معقول الانتخاب رئيس جمهورية يمد يعني الفراغ يكون بالشهر يعني ما حدا كان متوقع أنه تاني نهار ينتخب رئيس جمهورية لسوء الحظ لأن كان صارنا بثلاث رؤسة جمهورية كان عم بيصير فيه تمديد وعم بيصير فيه فراغ ويعقد أربعين وخمسين جلسة بمجلس نواب ولا ينتخب أحد لكننا عارفين أنه هاي الممارسة رح تكمل وانخراط حزب الله بسوريا ومصلحته بعدم انتخاب رئيس جمهورية ممكن تأثر كمان بس ما حدا كان معتقد أنه رح تطاينت لتشهر اليوم المستفيد من غياب رئيس جمهورية هو حزب الله اليوم مين عم بيحاسر الدكتور جعجة شو مصلحته أنه يرشح لي ما بعرف ما بعرف عن شو مصلحت هيدا أو هيدا سألتني عن رئيس سعد الحريري وحضرتك تفضلت وقلت هل تا يعمل رئيس جمهورية لك يمكن رئيس حكومي رئيس سوريا حكومي بس دايما بمسألة العمال عون يحكي دايما عن وراثة شعبية العمال عون اي ممكن ممكن تكون بحساباتهم الشيخ سلم جميل ما عنده الحسابات كمان أكيد لا لو عنده الحسابات كنا دعمنا الجنرال مش العون نحن يعني لو الموضوع بيكلفنا على المدى الأصير نحن عم نشتغل على المدى الطويل ونشتغل بحسب أناعاتنا وما يحكم علينا دميرنا في يعني في من يتابع مسيرة الحماد عون حتى بالطيار وطن الحر يعني الوزير جبران بسير موجود خلينا نظهر من هالوراثة تنقدر ننتج طبقة سياسية جديدة ولبنان جديد يشبهنا ما فينا نضلنا بأنه مين بدي يكمل مسيرته لا في قيادة من الطيار في زياد عبس ممكن كان يكمل مسيرته لجنرال عون طب ما هي المسألة وما كان ورافية يعني مش بس عند الطيار وطني الحر استاذ استاذ بسام يعني بعرف سؤالك بيجي رئيس من حزب الكتائب من غير بيت جميل يعني ممكن ليش جاء سبع رؤسة من غير بيت جميل شو المشكل بوقت كان ما في حالة متوفرة من بيت جميل كتير مني اليوم وفي ظروف سياسية ما نعيد وصول أحد من بيت جميل الشيخ سام جميل اجا بانتخاب بقلب الحزب وانتخب وكان في مرشح بوجه وانتخب الشيخ سام جميل مش لأنه من بيت جميل ما لازم ينصف كان في زميلنا الاستاذ بيار عطالة مضبوط معلوا معكم بالحزب الاستاذ بيار ولا طلع من حييه على كل حال صديق عزيزي بس محاصرينه لا أبدا يعني حتى على صوت اللي بدين كان ما منوع يطلع حزب الكتائب مشكلته انه هامش الديمقراطي اللي فيه كتير كتير واسع وما حدا بيصدي النقاشات اللي بتصير داخل حزب الكتائب بالمكتب السياسي او باي لجان اخرى والارائي اللي بتنحط على الطاولة ولكن بس يطلع ارار من الحزب يجب الالتزام فيه لشو الواحد بيلتزم او بيفوت على حزب ينخرج بحزب لانه بيكون اقرب لأفكاره من احزاب تاني بيفوت على هذا الحزب ولكن ما بيكون مطابق مية بالمية من الافكار بالتالي بس تفوت على الحزب في منموم حد أدنى من الانضباط والالتزام بقرارات الحزبية اليوم انتو بتأيدوا وصول رئيس توافقي او ما يسمى رئيس توافقي الى رئيس الجمهورية نحن من أيد رئيس عنده شغلتين عنده كفاءة وعنده أخلاق بغض النظر مين الشخص أخلاق عم نحكي أخلاق سياسية في معلومات هايك متداولة بقول انه الرئيس سعد الحريري عندما يعود الى بيروت سيطرح انه لاش بمنروح على الرئيس كمان كما قلت بينه لانين توافقي وانه قد يكون الاسم الأكثر تداولا هو اسم قائد الجيش على عماد جون قهوشي شو رأيكو به موضوع لك هدا موضوع يعني سيناقش اذا انطرح بجدية بقلب الحزب واللي بيطلع من المكتب السياسي من التزم فيه والكتلة النواب تلتزم فيه ولكن احنا كمان لازم نقول انه في كتير اشخاص اليوم عم بيتداول اسمهم ممكن او بيصلحوا يكونوا رئيس جمهورية رؤسة جمهورية لكن ما ننسى كمان انه اليوم وصول جنرالية على على رئاسة الجمهورية ما بدناياها تكون ممارسة ممارسة طبيعية تصير موضوع محكم ومحتم انه قائد جيش يوصل رئيس جمهورية يعني فيه اسامة تانية متداولة مع دعمنا وتقديرنا واحترامنا ل جنرال جون قهوشي يلي منحييه ومنحيي جهوده بمؤسسة الجيش ولكن اليوم فيه كتير شخصيات مدنية موجودة على الساحة اللبنانية وممكن انه تلعب دور توافقه وتقدر تجذب توافق الأفريقاء اللبنانيين لانتخابه أو لوصول رئيس فيه عندك كمان حاكم مصر في لبنان وفيه يعني فيه اسامة متداولة فيه موظفين فيه أقوله لازم يستقيلوا قبل بستة شهور يقدروا يترشعوا يعني كل هيدا الموضوع عليه جدل نرجع نفوت بقصة تعديل دستور يعني لازم نحترم ما يجل العمد ميشيل سلامين وما تعدى للدستور ايه كمان مش نزوط ما تعدى للدستور لأنه يجب أن تحصل هذه الانتخابات بعدم وجود رئيس اليوم فيه أفريقاء بيقولوا ايه لازم تصير وبعدها ما نشوف شو بنعمل وإفريقاء بيقولوا لا ما مش لازم تصير يعني أهيان شي يصير هو انتخاب رئيس جمهورية هذا أهيان شي بس ما عم بصير نفترض ما عم بصير بدك قط على الاحتمال عندك معضلة كتير كبيرة دستورية وهي حكما بعد انتخاب رئيس جمهورية تصير الحكومة مستقيلة بالتالي مين بيعمل مشاورات للحكومة كيف بيشتري يعني في بارلماء جديد بينتخب رئيس حتى إذا كان في أكترية للجنرال عون بينتخب رئيس كتير مني كتير مني المهم هلأ نطلع بأنون انتخابه عادل يقدر يكون في نقدر نتطمن أنه في قبل 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 القانون وصلنا لموعد الانتخابات النيابية بتشاركوا بالانتخابات إذا لم يكن هناك من رئيس الجمهورية لك سؤالك يعني صراحة كمان نحنا ما ما نقشناه بالعمق شو بقى نطرين لا نحنا نحنا متأملين أنه يوعو النواب الملاجين انتخاب رئيس الجمهورية وأول جلسة عندنا بـ 28 شهر بتمنى أنه يصير شي وينزلوا اليوم 22 شهر إذا ما انتخب العماد عون بهذه الجلسة راح نعط صعيد يشتغل يلي بدوا ينتخب يلي بدوا يلي بدوا دعم فريق تاني بروح بيساعد عليه يشتغلوا مثل يعملوا لبا الدنيا يتفضلوا يجيبوا أجمع أو أكترية للعماد مش العون وينزل السعودية مش قبلين بالجنرال هذا من وراء ارتهان اللبنانيين للأجندات الخارجية السعودية من أخف تأثيرا من إيران أو من سوريا ما علي كل هالأفريقاء المرتهنين لأجندات خارجية من وراء مكتسبات آنية وشخصية من حزب الله لا تيار المستقبل لا العماد مش العون لا تيار الوطن الحرب كل هاللي ما بدوا يمارس الحياة بوصلنا لها عظيم فإذا أنتوا بقى خدتوا قرار إذا بتشاركوا بالانتخابات نيابية وما في رأي جمهورية لا إذا استاذ بسام علي تمندلنا بالافتراض وعم جاوبك على أسئلة افتراضية اليوم أي استحقاق ديمقراطي حزب الكتائب بيمارس وبينخرد فيه وبيترشح اليوم بتقلي تب بالك وصلنا لرئاسة لانتخابات نيابية بلا وجود رئيس بس نصل علي ونصل علي ولكن اليوم أنا بقلك في استحقاق ديمقراطي حزب الكتائب بيكون موجود بيصلبه وبيترشح وبينزق وحتى بتقلي اليوم تحت أي أنون بقلك تحت أنون في صحة تمثيل ولكن ما فينا نحنا نضلنا كمان ماشيين ونقول إذا ما في إذا ما في رئيس وإذا ما في أنون وإذا بيروح البلد اليوم صار مزرعة اليوم رئاسة الجمهورية غيبة ما في رئاسة الجمهورية حكومة عقيمة وغير منتجة ومعطلة مجلس نواب مقفل ومنلاقي من مال تاني أكتر مشاريع إنمائية وصفقات عم بتصير بيظل هذا المشهد اللي عم بقلك يعني ما بحياتنا شفنا سدود صورة ومشاريع ونفايات كله عم بيصير بغياب رئيس جمهورية بحكومة معطلة ومجلس نواب مساك مين عم بيحاسب مين عم بيقول لا وين ها المعارضة اللي لازم تقول لا وترائب وتشوف شو عم بيصير هذا الاهترس السياسي اللي وصلنا له اليوم هو نتيجة ممارستنا بأخليئات سياسية مددانية بالتألوبات سياسية عظيم بس بدك تخرج من هذه الدوامة يا بتروح بتنتخي برأي الجمهورية يا بكرة بس توصل على انتخابات نيابية تقول بعمل انتخابات نيابية بركة بصير في تغيير أنا هذا السؤال ما بيتوجه لحزب الكتائب حزب الكتائب عم ينزع كل جلسة لا انتخاب رأي الجمهورية وعم يبزل الغالي ورخيص كرمال وتخلى عن مرشح مفترض وطبيعي اللحزب الكتائب اللي هو الشيخ أمين جميل بتمشوا بيتمديد جديد لمجلس نواب أكيد لا شو بتعملوا بتستقيلوا كمان هاي دي من الأمور اللي نحنا اليوم نحنا ما استقلنا من البرلمان لعدة أسباب ونحنا غير مقتنعين وغير داعمين للتمديد الثاني اللي صار ونحنا وقت صار فيه التمديد كان لأعطاء كل الفرص لأنتاج قانون انتخابه ولن ينتج ولن ينتج لأنه طبعا الأياد الخفية ما بدأ أنه يصير فيه صحي التمثيل وتقدر تنتظم الحياة السياسية ويكون فيه ناس عن جد بتمثل اللبنانية بقى البرلمان اليوم اللي وصلنا له هو أنه تمديد قصري للنواب الموجودين ونحن اعترضنا تعرف كتير مني ما وقفنا من هذا الموضوع والشيخ سامي ضميريا تيكون مرتاح تبرع بما عاشه موضوع صغير وتفصيل وهو ما بحب يحكي عنه تبرع بما عاشه للجمعيات والشهد الجيش اللبنانية اليوم نحن لن نخرج أنفسنا من سلطة انتخاب رئيس جمهورية إذا ظهرنا أكيد منكون تركنا البرلمان لناس غير مهتمين بانتخاب رئيس جمهورية نحن باقيين وعن نبذل الغالي ورخيص لانتخاب رئيس جمهورية شو هو الانون الانتخاب المفضل يوم في اتفاق بين لحد يتهلأ يعني بقف إذا بيضل الاتفاق ولا بيتغير بس اليوم في اتفاق بين القوات اللبنانية وطيار مستقبل حسن تقدم اشتراكي على قانون مختلط النظامين النسبة والأكثر فيه كمان الرئيس بري عنده نفس شي بس الرئيس بري 64 64 هونيك 68 60 مختلف الأمور نعم هونيك مع تقسيم جبل لبنان بطريقة شوي غريبة بس وعندنا ملاحظات كتير عليهم مبدأنا أي قانون جديد أحسن من قانون الستين هي أولا تانيا أفضل القوانين هي قانون الدير الفردي يعني صحة التمثيل والمحاسبة والمرائبة كل هذا بنظرنا هو بيتجسد ب قانون الدير الفردي يعني أنتم مش مع نظام نسبة اليوم في كتير أنظمة مطروحة وموجودة على الطولة كل واحد منهم لدينا ملاحظات عليه وكل واحد منهم لديه حسناته ولكن الشيء الأكيد أنه أسوأ تمثيل هو أنون الستين أعاد بعض من حقوق المسيحيين أعاد بعض من حقوق المسيحيين بحملة من بعد قمة الدوحة بإعادة حقوق المسيحيين وهو نفسه البرلمانية بيدعي نفس التمثيل نفس الناس الموجودة فيه بيدعي تيار الوطن الحر أنه لا يمثل لا يمثل رأي المسيحيين لا يمثل رأي المسيحيين ولكنه صالح لانتخاب العماد عون إيه هذا التناقض العظيم فيه ولكن الأكيد مش تناقض هذا عنده مهمة انتخاب العماد عون طيح بس هو غير صالح بتمثيل المسيحيين أكيد أكيد الأنون يلي بيوصل 37 نايب أو 38 نايب مسيحي بأصوات مسيحيين أكيد منه صالح أو منه ما بيلاقي إعجابنا ودعمنا لقلو مش نايك عم بيقلك حيالة قانون غير قانون الستين ممكن يحسن تمثيل مشروع اللي قال الأرطولكسي طبعا ونحنا مشينا فيه على الآخر بدك تسأل اللي غير رأيه يلي هن القوات اللبنانية هن اللي غير الرأيون بيلي اليوم أنتج الاتفاق على أنت ما بعرف إذا بعضه قائم بس الأنون يلي أنتجته هال اللجنة اللي عملت من تيار المستقبل والاشتراكة والقوات اللبنانية ولكن كان القوات اللبنانية كانوا ماشيين باللقاء الأرطولكسي مع جنرال مشي العون ومع كاتق اللبنانية ولكن تغير هذا الشيء قداش اليوم برأيك في حظوظ أنه ينفرض حل على اللبنانيين من خارج من خارج لبنان يعني اليوم الأفق في لبنان مقفل لك نحنا منحي روح الشيخ بشير جميل يلي كان مناسبة ذكرى اختلياده استشهده وكلنا كنا عم نتذكر هيدا الحق وبعتقد هالمشهد اللي شوفناه بهال كام يوم اللي قدر وصل فيه الرئيس بشير جميل للحكم هو اللبناني اللي منطمحه هو اللبناني اللي محيط حاله عن كل صراعات المنطقة وهو اللبناني اللي حاطت أجندة بأولوياته في مصلحة اللبنان واللبنانيين وهو بوقتها كان فيه رجالات مسؤولة اللي حطت نصب أعينها مصلحة المصلحة الوطنية العليا مش محاصصة ومصالح شخصية هيدا اللبنان اللي كنا منحلم فيه وهيدا اللبنان ترفض حال ينفرض على لبنان من الخارج أكيد بطبيعة الحال نحن اليوم كحزب كتائم أصلا مشروعنا قائم على ارتكازنا على المركزية وإدارة التعددية وأهم شيء الحياة لأنه نحن طالما فيه أفريقاء متصارعة بالمنطقة وكل واحد منهم عنده وكيل بلبنان رح تضل التعطيل ماشي وتفريغ المؤسسات ماشي وهالهدر والفساد اللي عم نشوفه ماشي أستاذ ليس حنكش أنا بدي أشكر مشاركتك معنا اليوم نهاركم سعيد أهلا وسهلا فيك أهلا فيك مرسي أهلا وسهلا ومشاهدينا أيضا بدي أشكرك معنا متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر